دايما الرفيق قبل الطريق. دايما يعني اهم حاجة في الدنيا يعني انا الحمد لله انا معصوز اوي برضو ان طبعا انت بتسمع عن قصص كثيرة اوي مشاكل ما بين شركة ومشاكل زي ده لبس ده وزي ده لبس ده. فالرفيق قبل الطريق والرفيق هو الفريق يعني في الاول وفي الاخر انت فريقك هو اللي هيكبرك وهو اللي هيشاره هو فريق لازم تصق فيه واثق فيك يعني وهو اللي بدي لك التحفيز وهو يعني فانت فانت فريقك رفيقك ده اهم حاجة في الدنيا يعني فالرفيق طبعا او الفريق طبعا. وحتى سوري يعني في جيم كولينز بتاعك تاني تشابتر لي بيقول لك ايه هات الناس الكويسة على الاوتوبيز بتاعك هتروح ايه حد. ايه معنى النجاح عمتا بالنسبة لك في الحياة. بلحياة مش بيزنس. اه بص انا انا يعني مش مش عايز يعني مش عايز اه تفلسف يعني بس انا بس انا نفسي اه. لا بس summit بس انا دايما هدفي في الحياة اوصل للحكمة. واسس الله فلسفي يعني باعا عايدي اتفلسف. اتفلسف راحتك. لئة نفسي دايما اوصل للحكمة يعني اي ان كانت هي ايه يعني الحكمة يعني amazing 27 يقولك طبعا الحكمة هي وضع العلم في موضعه بس بس عايز توصل للحكمة ان انا ابقى واصل وحتى البيزنس بالنسبة لي هو هو وسيلة لده يعني انت في البيزنس تتعامل مع ناس بتتعامل مع عقول مختلفة بتتعامل مع كده يعني دايما نفس اوصل للحكمة وابقى واصل لنقطة ان انا عارف ده ما يقولك الا حكمة دون حكمة ولا حكمة دون معرفة فاهم فانت كل ما معرفتك بتكبر كل ما بتعرف اكتر توصل لهايك بتعرف تحكم على الاشياء ايه الكويس وايه الوحش وتقدر يعني يكون لك نصيحة لحد وانا بالنسبة لي عمتا احب يعني نفسي اتعرف ان انا راجل يعني فتحت ابواب او علمت او كده يعني فبتاقي لي ده هدفي يعني. طيب. لو انا انت دلوقتي بتعين ناس كتير. وبتشوف ناس كتير وبتشوف سي بيهات بتقولي اتناشر الف واحد. انت بتعين ناس وبتمشي ناس وكده. تفتكر انت من وجهة نظرك انت الشركة في سنابسس. ايه اللي بتدور عليه في الامبلييز او الناس اللي بتعايزة يعني تشتغل عنك او انت بتدور ان هما يبقوا محق في الفريق. اه بص انا دلوقتي بصراحة مش ببص على سي بيهات يعني دلوقتي ما بقتش بهاير خالص. بس دايما عندي حاجتين مهمين جدا بالنسبة لي. اول حاجة الفضول. ان انت يكون عندك فضول رهيب. يعني تكون عايز تعرف كل حاجة وتبقى راجل حد فضولي. الفضول الكويس. مش فضول الواحد. الفضول اللي هو بيزيدك. بيسألني اسئلة ما عرفش الرد عليها. حاجة كده. فالفضول ده بالنسبة لي مهمة جدا. والحاجة التانية هي ممكن تكون شوية بس هي. ان انت تبقى في الافكار شوية. او مرن في الافكار شوية. بالزبط ان انت تعرف تاخد فكرة وتكسرها وتبنيها تاني من الاول وتسأل. يعني ممكن الاتنين يكون مرتبطين ببعض شوية. بس بحب قوي اللي في الشغل اللي عمتا يعني يواجهني. يقولي نعم مش ماشي صح. يعني بحبها جدا. يقولي بص انت كده ماشي ليه بس طبعا اقنعني يعني بحام. بس احب قوي يعني اتواجه بدا. ويبقى دايما انا عارف اسأل اسئلة الصح قبل ما العميل قبل ما سوء يسألها لي. طيب ايه اكتر يعني نصيحة حد للك في الحقيقة عمتا وفرقت معك. اكتر نصيحة. بص مش عارف لو دي اكتر نصيحة في الحقيقة بس هي نصيحة ريسنت او نصيحة لسه حد انا صحالي قريب. اه تاني ازاي ما قولك انا انا بني قدم بحب قوي ان انت تلعب وان انت تفكر من خلال اه يعني ما تبقاش عندك اه ما تبقى مارن فعلا في افكارك تبقى مارن في كده وتتعلم وتغير وتجرب وتفشل وتطلع وكده يعني. ففي واحدة كنت لسه اه بتكلم معيها. اه فقالتلي بص نابر لوس دي بلاي. يعني عمرك ما تقل ودي واحدة كبيرة واحدة انفاستور كبيرة قوي في امريكا. وانفاستور في شركات كبيرة وعلى بورد شركات كبيرة جيدة ما قلتلي قوعة تخسر اللعبية في الشغل. ودي حاجة عجبتني حاجة استمتعت بها جيدة فعلا. انت ما بتبقى جد او بتبقى وتفكر وتبقى ناشر في قوي في تفكيرك. ممكن تضيع فرص ممكن تضيع حاجات كده. واخدتها خلي بالك معظم الستارتابس. حتى الاودام جوجل وبتاعه وكده. دي كانت البيزنس ما كانش البيزنس كان جد قوي قبليهم. هما دلوقتي بقى بقى هو بقى نوجلرز ومش عارف ويلبسه ومش عارف ايه وبتاعه. فاللعبية دايما ان انت تبقى شخص مرح. ان خلي بقى برضو في الحياة انت بقى عايز تبقى مع ناس لذيذة. يعني انت برضو حتى في شغلك دلوقتي ما بقاش يعني شغلك. وحياتك بقوا داخلين في بعض. بقوا مكرمشين في بعض. فانت دايما عايز تبقى حواليك ناس تعرف تتكلم معيها. تعرف تفكر معيها. ما تبقاش ناس يعني انت بقى عندها مرونة شوية في التفكير وهكذا. ممكن اقول لك برضو حاجة تانية افتكرتها. دلوقتي برضو نصيحة برضو يعني لسه. او مش نصيحة كلمة. دايما الستارتابس يقولك احنا عايزين نوصل ما يسامة بالبروداكت ماركت فيت. او ان انت توصل للمنتج ان هو يكون السوق اعايزه. السوق اعايزه. بس دايما التعريف بتاع الكلمة دي كان دايما الناس كتير اوليها تعريفات مختلفة يعني ايه بروداكت ماركت فيت. فامكن بالنسبة لي دايما بروداكت ماركت فيت يعني سيلز. يعني عرفت تبيع. تبيع كتير. تبيع عقود وبتاعه وحيات كده. بعد كده اكتشفت الراجل ده الهالي اسمه اندرياس برضو ربنا مسيب الخير. قال لي اه البروداكت ماركت فيت هلوقع بالانجليزي اللي قاله بعد كده هعربها. قالك بروداكت ماركت فيت is the expansion and retention of use any customer segment even if this segment is composed of one customer. بمعنى. يعني قالك البروداكت ماركت فيت هو ان المنتج بتاعك العميل بتاعك يكبر استخدامه لي. ويبقى على طول عليه يعني بيستخدمه كتير وبيكبر من استخدامه. مثلا لو انت عندك اي كوميرس مثلا انت العميل بيخش عندك وعمالي يشيري حاجات اكتر بيشيري كل شهر وهكذا. حتى لو عميل واحد. بس العميل الواحد ده هتلاقي منه هتلاقي شبهه كتير قوي. بس ده لو العميل بتاعك بيستخدم المنتج بتاعك وبيكبر استخدامه لي ده معنى ان انت وصلت البروداكت ماركت فيت. وده يعني الحاجة لكل استرطاب نفساتو صلوة.